أولادي جننوني هو نهب مش عارف أعمل إيه قولوا الدرية ومشاكلي تتحلل إيه أولادي جننوني هو نهب مش عارف أعمل إيه وخلاص سلمت وجد قولوا لي أعمل إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج أولادي جننوني موضوع حلقة اليوم سنتحدث عن القدوة الحسنة وما لها من تأثير إيجابي في حياتنا القدوة الحسنة ولكن للأطفال كيف لنا أن ننشأ طفلا صالحا في هذا المجتمع أستطيع أن يبني هذا المجتمع عن طريق القدوة الحسنة سواء من الأب والأم أو من البيئة التي تحيط به أو من خلال ما يشاهده في شاشة التلفاز أحاول هذا الموضوع يشارفني في هذه الحلقة أنا أستضيف الأستاذ حسام مصطفى استشارية تنمية زاتية وتعديل السلوك أهلا بك أستاذ حسام أخبركي تمام الحمد يعني موضوع القدوة الحسنة هو موضوع من خلاله نقدر أن ننبني هذا المجتمع بشكل إيجابي ومن خلاله أيضا نستطيع أن ندمر هذا المجتمع إذا لم يكن لدينا قدوة تحدث القرآن الكريم ورسول الله عليه الصلاة والسلام عن القدوة الحسنة في بداية هذه الحلقة يعني ماذا نعني بكلمة القدوة الحسنة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية الأمر لازم نعرف أن القدوة الحسنة هو أولا أمر إلهي من ربنا سبحانه وتعالى في صورة الأحزائي في الآية 21 قال ولقد كان لكم في رسول الله أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الأخر الشيخ الشعراوي عرف كلمة أصوة بأنها القدوة والنموذج السلوكي يبقى معنا كده أنا عايزا للطفل نموذج سلوكي إيجابي أو نموذج صحيح مضبوط بحيث أن أنا أقدر أعمل نشط كويس يكون متربي على الصلاح وعالإيجابية وعالفعالية في المقتلع إذن تحدث القرآن عن القدوة الحسنة وتحدث أيضا صلى الله عليه وسلم عن القدوة الحسنة وكان يمارسها في حياته فكان قدوة حسنة لنا جميعا نستطيع أن نقتدي به في هذه الحياة وفي آخر ما قاله في خطبة الأداء قال لا تركت فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة رسوله فإذن بداية القدوة الحسنة هي القرآن والسنة ولكن الأباء والأمهات لا يدركوا معنى هذا الكلام يسمعونه فقط وليس عندهم استيعاب أو تفسير لذلك إذا أردنا أن نفسر للأب والأم معنا القدوة الحسنة وكيف لهم أن يصبحوا ذو قدوة حسنة لأطفالهم كيف لنا أن نرشدهم أولا لازم نعرف أن كلمة قدوة حسنة بتبقى جاية أولا بدافع نفسي فيه سلوك أنا عايز أطبقه علشان كده بيبقى السلوك دوت بيبقى في شخص معين فعايز أن أكتسبه زي ما بيحصل في التنمية البشرية أو في البرمجة أن نحن بنعمل حاجة اسمها النمزجة ولكن الأطفال هنا تختلف شوية يمكن أن النمزجة دي تنفع للكبير أكتر بننقله سلوك إيجابي بينفعه ولكن هنا الطفل على الفطرة فمحتاج يشوف قدوة حسنة كتير بنلاقي أباء وأمهات في البيت سماعة التليفون تضرب فقاله مين يقول له ده مش موجود ده في الحمام فهنا أنا برب الطفل على سلوك سيء من غير ما أخد بالي مع أني أنا أكتر واحد أبقى ليه قدوة حسنة أو أحسن واحد هيشوفه أقرب واحد هو أنا فلما يجي أن أنا أجدب قدامه أكيد أن الطفل هيتلع بعد كده يجدب إيس على كده أي سلوك تاني سلبي في المجتمع بيحصل الإبن أو الطفل بيأخذوا من الأب والأم بيكتسب هذا السلوك وبيبدأ أنه يكون قدوة بالنسبة له سواء سلوك إيجابي أو سلبي بالضبط لأن مصادر البرمجة عند كل إنسان هو أول حاجة بيبقى الأب والأم جميل يعني قبل ما ناخد مصادر البرمجة والأب والإنسان وناخد كيفة للإبن أن يكتسب كل هذه المصادر وأن يبني نفسه وأن يكون معتقداته وأفكاره هنروح تقرير عن القدوة الحسنة وهنرجع تاني عزيزي المشاهدين تقرير عن القدوة الحسنة ونرجع لحركة مرة تانية فنتظرونا لأن النفس الإنسانية بطبيعتها تتأثر كثيرا بالشخصيات البشرية المحبوبة لها فتحاول تقليدها ومشابهة أفعالها ومحاكاة أقوالها لأسباب كثيرة منها حب الكمال ومنها أن للإنسان غريزة فطرية في تقليد الأسوى وتتعلق بالقدوة وتتمثل بسلوك الآباء وشخصيات المعلمين ومحاكاة أخلاق الأقرار مما يمكنها من تعلم العلم واكتساب الخبرات واحتواء التجارب والحكم بسرعة تتناسب مع العمر الزمني القصير خصوصا وسط هذا الكم العلمي والثقافي الكبير مما يختصر المسافات ويقلل الوقت ويبعد التردد أو التشكيك ويعتبر الاقتداء أو النمذجة أحد الأساليب التربوية الجيدة في تصحيح السلوك السلبي عند الأطفال وذلك لما للقدوة الحسنة من أثر إيجابي وبالغ في تعديل السلوك السلبي عند أطفالنا والتقليل درجته وصولا إلى معالجة هذا السلوك والتخلص منها كما يلعب الاقتداء دورا كبيرا في تقوية السلوك الإيجابي أو إيجاده عند الطفل وكثيرا من أنماط السلوك يتعلمها الإنسان بالمحافة الآخرين وهذا أمر مشاهد ومعروف في الحياة اليومية والعادية فالطفل الصغير يتعلم معظم سلوكياته من خلال استماعه لكلام الآخرين وتقليدهم وخاصة والديه وإخوته وهناك طرق للتقليد عفوية تتم بغير قصد وتقع بدون تخطيط وكثيرا ما تكون عملية حتمية واضطرارية كتقليد الطفل أبويه وأفراد أسرته وأقرانه ومعلميه ويرجع ذلك إلى غريزة التقليد والإنقياد لدى الأطفال وهو هدف الغرض منه الدفاع عن الكيان الفردي وكأنه انضواء في ظل الشخص القوي المرموق ليستمد الضعيف من هذا التقليد قوة وبأس من جنس قوة الشخص الذي حاز إعجابه فراحة يقلده ويحاكيها أعزائي المشاهدين نرجعنا لحرككم مرة تانية بعدما أخدنا تقرير عن القدوة الحسنة ولكن هذه المرة هنترككم مع أفاصل ونواصل فانتظرونا أعزائي المشاهدين نرجعنا لحرككم مرة تانية ونواصل حديثنا عن القدوة الحسنة لدى الأطفال وسنتحدث يعني الآن عن ما هي مصادر برمجة لدى الطفل يعني كيف يصبح للطفل مصادر برمجة طيب قبل ما نتكلم عن مصادر البرمجة لازم نعرف يعني إيه برمجة برمجة هي باختصار بسيط هي المبادئ والقيم اللي بتترسخ في عقل الإنسان فينا بيبقى أسبابها مين أو مصادرها مين بيبقى أول حاجة بيبقى الأب والأم فنلاقينا لو الأب والأم بيكرروا عملية الكتب مثلا قدام الطفل فتبص تلاقيه دايما بيكتب لو هم بيكرروا أي سلوك خاطئ في المجتمع فخلاص بيبتدي يترسخ في ذهن الطفل أو يبقى عنده فيبتدي يفعله باستمرار أو بالتكرار فإذن هنا علينا أن نقدم رسالة للأب والأم عليهم أن يراعوا ما يفعلونه أو ما يتصرفون به أمام أبنائهم أو تجاههم حتى يعني لا يصبحوا قدوة سيئة لهم يعني كثير من الأباء والأمهات يعني بيشتكوا من شيء يعني دائما يعني ابني بيجذب ابني ما بيسمعش الكلام ابني مش عارب بيعمل إيه ابني ابني فتلاقي أن الأب أو الأم عندهم معظم الصفات اللي موجودة عند الطفل عند الطفل ذات نفسه وهو لا يدرك أنه هو مرآة اللي طفله صحيح فكيف يعني يصبح الأب والأم مرآة نظيفة وجيدة تستطيع أن تعطي للطفل كل القيم والمبادئ والمعتقدات الصحيحة أولا لازم يراعي دائما سواء هو قدام طفله أو مش قدام طفله أنه هو يتجنب أي سلوك خاطئ أو سلوك مش صحيح في المجتمع علشان الطفل طبعا هو زي ما حضركم قلت هو مرآة بتاع الطفله دائما الابن وخاصة الولد بيقلد والده والبنت تلاقيها دائما بتقلد والدتها فعلشان كده دائما بنشوف أن فيه أباء بيبقوا مستغربين أن الطفل عمل حاجة غلط ولكن هو في الأساس بيبقى هو عملها قبلي زي قلنا مثال الكدب مثلا مثال البنت بنقول مثلا أن البنت بتلاقي مموتها بيبقى فيه ميك أب فتحط ميك أب عايزة تقلد مموتها هو الأب والأم هم دائما بيبقوا القدوة بتاعت أولادهم علشان كده دائما بنقول أن لازم تبقى قدوة حسنة لابنك قبل ما ترجع بعد كده تندم على أي سلوك هو بيعمله بعد كده خاطئ وكنت أنت في الأساس أنت اللي رصخت عنده السلوك بالضبط بالضبط جميل يعني من ضمن الحاجات اللي دايما أعيز أعرفها أو دايما بتنور كده معايا أو بتعلم أن ألاقي طفل بخيل أو ألاقي طفل جبان أو ألاقي طفل ما عنده السقة بنافسه كل هذه الصفات لا يولد بها الإنسان بالضبط إلى أي درجة أو إلى أي مدى يمكن أن نحافظ على أن يخرج لنا طفل عنده لديه سقة بالنفس ولديه حب للآخرين ولديه شجاعة ولديه قرم ولديه سخاء يعني كيف لن أن ننتج طفلا فيه كل صفات وتعليم الدين الإسلامي مهم جدا أن أنا أرسخ مبادئ الدين الإسلامي عند طفلي وهو صغير يعني دايما أجيب طفلي وأقراله قصص خاصة القصص بالذات بتأثر مع الطفل أكتر حاجة أقراله قصص عن السلف والصحابة عن الرسول عليه الصلاة والسلام حاجات فيها بتتكلم عن الصدق بتتكلم عن القرم حاجات بتتكلم عن الشجاعة قصة زي مثلا قصة محمد الفاتح وأديه ولدته هي اللي كانت سبب في أنه يفتح الكوستنطينية يعني محمد الفاتح كانت على طول والدته بتقوله أن الكوستنطينية رسول عليه الصلاة والسلام قال عليها كذا وقال أنها تتفتح على يد أمير فلاني فأنت نعمل أمير دوت يا محمد فكانت دايما بتحس حفيز معقول أنت حفيز ايه بتحسوا على أنه هو اللي هيفتح الكوستنطينية أنت شجاعة أنت كويس هو ده اللي مطلوب مني أننا دايما أحفز أولادي عليه لما لقيه مثلا متمسك بلعبة ما مع حد ومش عايز يسيبها له ما شجعهش على كده أحاول أن أنا أفهمه أن دوت ده خصلة غلط أو سلوك سيء وأبتدي أفهمه بالراحة بحيث أنه هو أقدر أشيل منه السلوك السيء دوت وأبدله بسلوك إيجابي أبتدي أشوف له حاجة تراضيه حيث أن أنا أه سيبي اللعبة ديت وأنا هراضيك وأخد اللعبة الفلانية أو الشيء الفلان أنا أبراضيك به علشان ده سلوك سيء أنت لما تبقى بخيل وما تبقاش كريم الناس هتنفر منك وهتبعد عنك فأبتدي أرسخ قيم ومبادئ سليمة في مخ أو في عقل ابني منه هو صغير جميل يعني في بعض الأحيان الطفل يمثل ما يفعله الأب والأم بسرط يعني إذا وجد والده بيعطي شيئا لفقير فبينشأ هذا الطفل أنه يعطي للفقراء والمحتاجين بسرط جميل في بعض الأحيان الأطفال مش مدرك معنى كلمة دخل وقرأ ولا يعرف يعني ما يقدرش يفرق من الصفات ده بخيل ده كريم ده شجاع ده عند ثقة نفسه ده ما عنده ثقة نفسه ما هي أفضل الطرق هل طريقة أنه أنا أقوله البخلي يعني أن أنت ما تديش لحد حاجة ولا القرار ما أنت تديه لحد ولا أنا أبدأ أمثل هذه الصفات يعني مثلا لو بتبرع لمسجد أو لو بتبرع اليتيم أو لو بوزع صدق على الفقراء والمساكين أنه أنا أبدأ أخذه معايا في هذا السياقات ده أقوله تعال معايا ومن غير ما أتكلم معايا أوريلو أنا بعمل إيه إيه الأفضل يعني إيه اللي ليه تأثير أكبر على نشأة الطفل القضو حسنا هو زي ما حضركم قلت الطفل ما يعرفش حاجة اسمها بخل هو بيبقى متبسك بس عنده يعني بيبقى فيه ألفة ما بينه وما بين حكته فبقى متمسك بيها فخايف أن حكته تبعد عنه فمهم جدا أني شوفني أن أنا بعمل السلوك دوت يعني لو شافني مثلا أن أنا بأتبرع أو أن أنا بسيب حكتي لحد وشايف أن دوت ممكن يخدها وأحق مني بيها وأنا بسيبها عن طراضي من هنا زي ما احنا ما قلنا هو أنا مرايته بيبتدي يقلدني فيما بعد وده بيبقى تلقائي في الطفل هو الطفل بيحب يقلد دايما والده والدته يعني سواء بي حاجة صحة والحاجة الغلط فالأفضل أن يفعل الأب من هو صحيح يعني قبل أن أعود إليك بالسؤال مرة أخرى أوجه هذه المرة السؤال لسادة المشاهدين سؤال لسادة المشاهدين كيف تصبح لأطفال قضوة حسنة يعني ده سؤال الحلقة النهاردة عايزكم تتبعونا وتبعتولنا يعني إجاباتكم على الفيسبوك وأسئلتكم واستفسارتكم حول هذا الموضوع يعني فيه أرقام ظهر على الشيء دلوقتي لو حد حابب يسأل عن أي سؤال أو استفسار أو أي مشكلة بتوجهه مع طفله وإحنا في هذه الحلقة لسادة حسام هيساعدنا في حل مثل هذه المشكلة سادة حسام هرجع لحضراتك مرة تانية وموضوعنا دايما بشوفه كتير أو في هذه الأيام إن كثيرا من الآباء والأمهات يعطي لطفله كلمات سلبية إنت فاشل إنت مش تعرف تعمل إنت 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 فيشحنه بطاقة سلبية فهذه الطاقة تؤثر على هذا الطفل وبالتالي يصبح في المجتمع يعني كما أرادوا أو كما أرآه الأب والأم يعني يصبح يعني إذا قالوا أنت فاشل دايما فبيطلع فاشل بعد كده إذا قالوا أنت ناجح فبيطلع ناجح يعني نقول إيه للأب والأم اللي بيقوموا مثل هذه التشرفات ومدى تأثير دا على الطفل طيب الأول لازم نعرف إن فيه إحصائية عملت قالوا إن العائلة متوسطة الإيجابية فيها لأوا إن من سن الولد أول ما بتولد لغاية تم يتم 14 سنة بيقولوا من 100 ألف إلى 140 ألف كلمة سلبية بإني هي لا أو لا تفعل يعني ما تعملش كده أو لا مش هينفعل موضوع دا من جر أي أسباب بالضبط كده دا يعني أنا كأب لما بكون سلبي بنقل السلبية دي لإن إحنا قلنا إن أنا مصدر من مصادر برمجة ابني فلما بنقل السلبية دي بطريقة خاطئة لابني فالبرامج دي موجودة ورصخة معايا بتفضل معايا لغاية عمر كبير لغاية أما أنا هحاول إن أنا غيرها حاول إن أنا غيرها وستبدلها بحاجات إيجابية بالضبط كده فأنا لو أنا جات لي برامج قالت لي أني مثلا البخل أو الكدب أو مثلا الخوف كل دي برامج خاطئة بتتفتح بتفتح ملف كل حاجة من ديت بتفتح ملف في عقل البناء دم والملف ده بيبتدي يكبر برضو من مصادر البرمجة يعني الأب والأم يجي يقول لي مثلا لابنه أنت فاشل فييجي بعد كده مثلا يروح المدرسة توس تلاقي دايما المدرس يقول له أم يا فاشل مثلا حل المسألة ديت بينما ممكن يحل المسألة يقول له سبحان الله أنا مش عارف مع إنك فاشل بس حلت المشكلة ديت وحلت المسألة ديت فبنلاقي هنا أن مصادر البرمجة عملت أول ملف دوت وتكبره في عقل البناء دم فبيبتدي عنده الملف كبر فخلاص ما بيقدرش يقفله فدايما أي حاجة بتقابله بيخاف إنه هو يعملها دايما بيبقى عايش جوه دائرة الأمان والراحة على الأباء أن يراعوا ما يقولون لابنائهم يعني لأن ما سيقولونها لهم سيؤثر عليهم سواء بالإجاب أو السلب وفي النقطة دي أغاس كل القصة كده كانت في أمريكا أحد الأمهات كانت دايما تقول لولادها أنتوا هشوفكوا في أكبر جرائد في العالم وانتوا هتبقى ناس وانتوا شكلوكهم سيئ ووحشين ومش عارف إيه فراحوا هؤلاء الأطفال للمجموعة الأطفال دي لما كبروا شوية راحوا سرقت عربية رئيس أمن الدولة في أمريكا يعني ما يوسلوا عندنا في مصر فتسجنوا وبعدين بيسألوهم بيقولولهم يعني أنتوا لي يعني مرتوش على العربية تسرقوها فأول مرة تسرقوها فالوصل ماما قالت لنا أنه أنت تبقى موجودين في أكبر جريدة في العالم والدنيا كلها بتتكلم عنكم أن أنتوا مجرمين فالأم كانت دائما بتديهم إحاق أو رسائل سلبية برمانة سلبية فهما أقولها اللي هم يزينه بعد كده يرجع الأب والأم يندم على أنه كان بيقول مثل هذه الكلام أو مثل هذه الأحاديث أو مثل هذه الألفاظ اللي هي ممكن بيقشاف أن هي نوع من أنواع التشجيع أنا لما بقوله كده فهو أهيش النفس والطاقة إيجابية على النقيد بقى أن بعض الأحيان بيبقى الطفح قدوة لأسرته وده يعني يذكرين دائما من القرآن الكريم أنك لا تهدي من أحبكته ولكن الله يهديه من يشاء يعني فإذا ممكن الطفل يصبح قدوة لأسرة كاملة فيهديهم إلى طريق الحق يعني ما هي الأسباب أو ما هي الطرق التي تجعل من الطفل قدوة لأسرته مش العكس هنا الموضوع بيختلف شوية يعني دائما أنا شايف أن أنا بقلد والدي ولكن والدي قلدني دي بتبقى صعبة شوية ولكن مش مستحيلة بس بتيجي من التطور والدراسة دائما أنا حابب أن أنا مثلا أوصل لمكانة معينة وحابب أن أسرته دي أنا شايفها في مكانة مثلا مش عجباني فحابب أن أنا في سلوك معين في العيلة عايزة غيره أو في جوة أسرته عايزة غيره منين جاله الإدراك ده يعني الواحي ده بيبقى جاي منين؟ الإدراك ده كل بس كل إنسان فينا عنده عنده نوعين من الإدراك السلبي والإيجابي بترجع للأسئلة اللي هو دايما بيسألها النفسه هل الأسئلة اللي بيسألها النفسه دي أسئلة سلبية يعني مثلا أنا وقعت في مشكلة هل أنا بسأل المشكلة دي أنا وقعت فيها إزاي أو وقعت فيها إمتى وإيه سبب المشكلة؟ ولا بسأل نفسي المشكلة دي قد إيه بتحدي من إمكانياتي قد إيه أنا لازم أحل المشكلة دي عشان أطلع من المشكلة دي أوصل إزاي هنا الإدراك عند البناء أدم بيختلف بيبقى إيجابي فلو الشخص الإدراك عنده إيطار الإدراك عنده إيجابي بيبتدي يغير مصار حياته وبالتبعية بيقدر أنه هو يقدر مصار الناس اللي حواليه عشان كده بنقول دايما في التنمية البشرية أن التغيير بييجي من بره لجوة بييجي من الشخص ذات نفسه لنفسه وبعد كده للناس اللي حواليه يعني ما ينفع الشخص أصلا يقود من جوة مش قادر يغير نفسه ويستطيع أن يؤثر أو يعني يغير في من حوله يعني مش هيدي لهم نفس الإيحاء يعني لازم يبقى فيه صدقه يبقى نفاق يعني لو أنت تحاول تبرز أو تنشئ يعني حاجة أوعادة إيجابية في الناس وانت مش موجود عندك فأنت كده بتنافق نفسك أو تنافق من حولك يعني قبل أنا أعود بإليك بالسؤال مرة أخرى في تقرير عن القدوة الحسنة والقدوة الحسنة المرادي في هذا التقرير عن طفل أصبح قدوة حسنة لأسرته وأرشادهم أو أعطاهم بداية الطريق للخير والصلاح وده طبعا يعني بدايته بقوم من عند المولى عز وجل ومن زرع البذرة الجيدة في هذا الطفل نروح لهذا التقرير أعزائي المشاهدين تقرير عن القدوة الحسنة من الطفل إلى الأب أو إلى الأسرة ونرجع لحارك مرة تانية فانتظرونا أعزائي المشاهدين نرجع لحارك مرة تانية بعدما أخدنا تقرير عن القدوة الحسنة وكيف للأب وكيف للطفل أن يصبح قدوة حسنة لأهله أو لأسرته يعني طبعا تقرير أنا شايفه أنه له إشارة إيجابية عن طفل أو طفلة أعطت إشارة لولدها بالدعاء إلى الله عز وجل في أهداه المولى عز وجل إلى طريق الحق وصاب يعني أتمنى أن يكون كل أطفالنا وكل أهلنا مثل هذا الطفل أو مثل هذه الطفلة وأن يستجيبوا لدعاء المولى عز وجل يعني أستي حسن برحب بك مرة تانية وبعود إليك بالسؤال يعني وقبل نهاية هذه الحلقة يعني أريد أن أتحدث أو أن أعطي نصائح للأب ونصائح للأم ونصائح للإبن أيضا أو للطفل يعني ونختم بهذه الحلقة والله أهم حاجة للأب أو الأم لما يجي يعمل أي حاجة أي سلوك بيخرج منه لازم يراعي أن ابنه واقف وبيقلده دايما أنت مراية مراية بتاعت ابنك أو أنت المراية بتاعت بنتك فدايما هيقلدك وهيقلدها فلازم نخلي بالنا في أي حاجة بنعملها علشان ما نبرمجهش على السلوك خاطئ وبعد كده نرجع نقول أننا الولد فشلنا في تربيته أو الولد فيه سلوك سيء ومش عارفين نتخلص منه ونبقى إحنا في الأساس كنا إحنا السبب أن نخليه ينتج عنه هذا السلوك طب الأم يعني الأم دايما بيبقى لها وقت كبير أكتر مع الطفل في البيت إيه الحاجات أو إيه الحاجات اللي الأم تبدأ تراعيها في طرق تعاملها مع الطفل بحيث أن هي تقدر أن هي تتنشئه أو أن هي تبدأ تساعده في نشأة إيجابية يعني في بداية الفترة بيبقى ارتباط الأطفال عموما أو ارتباطهم بيبقى بالأم أخسر من الأب أولا ما أحطهش قدام التلفزيون وأسيبه يتفرج على حاجة أنا مش عارفها لازم دايما نخليه بالي هو بيتفرج على إيه هل بيتفرج على حاجة سلبية أو إيجابية حاجة صحة هتنامي زكاء أو لا لأ غلط كتير بيحصل من الأمهات أن أسيب عشان أخلص من دوشة ابني أو من عياته بقى أم حطة ابني أو حطة ابني قدام التلفزيون وأسيبه وكده هي لا قدام اللابتوب أو الفيسبوك أو أي مواقع مواقع التواصل الاجتماعي فيبقى فريسة أو عرضة لأي خطر فيه بالزبط ده اللي بيحصل من الأمهات فلازم تخلي بالك من أي حاجة هو بتفرج عليها لأن هي دي اللي هتبقى عليها البرامج بتاعته موجودة أي حاجة هتحصل منه غلط ممكن أو يكون شافها برضو لما أجي أعمل أي حاجة لازم أبقى مخليها بالي يعني لو أنا بتكلم مع واحدة صحبتي في التليفون أو بتكلم مع بابا أو بأي حد أخلي بالي أن أنا ما بكذبش أن أنا ما بعملش أي سلوك سيء ابني ياخده مني آخر حاجة ما ما سيبهوش عرضة لإيه أن فريسة أن أفكار دينية مغلوطة لازم أبقى دايما أعدى مع ابني وعلمه تعليم دينه يعني لازم أعلمه تعليم دينه السنة الرسول كان بقول إيه الكرآن بيقول إيه مهم جدا أن أي إنسان ينشأ نشأ نشأة إسلامية ولو أنشأ على نشأة إسلامية ودينية صحيحة يعني صحيحكم صحيحة بيعرف إيه الغلط وإيه الصح فما بيقدرش يعمل أي حاجة غلط لأنه عارف أن دينه قال أن الكتب حرام أن الخيانة حرام أن حاجات سلبية كتير قوي الدين بتاعنا الحمد لله نهانة عنها فده مهم جدا الأب والأم هما الأساس ولكن يذهب بعد ذلك الطفل في بداية مرحلة حياته إلى المدرسة لكي يتعلم ما هو صحيح وما هو جيد أيضا ولكن في بعض المدارس والكثير من المدرسين والمدرسات لا يعلمون شيئا عن التربية الصحيحة وفقد يعطينا معلومات ولا يعطينا أسلوب أو فن حياة كيف لنا أن نوجه رسالة للمدرسين في المدارس الذين لا يوركوا قيمة ما يدرسونه ولا يعرفون كيف لهم أن يقودوا طفل ذو قدوة حسنة أو بقدوة حسنة تجعله يعني يمارس الحياة بشكل أكثر إيجابية رسالة تكليمي لازم أعرف أننا كمدرس أو مدرسة أننا برضو مصدر من مصادر البرمجة أننا اللي بدي قيم مبادئ للطالب أو للطفل يعني كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون فبنلاقي مدرس دايما بينصح الطالب بحاجة ويجي الطالب يشوفه بيعمل حاجة تانية يعني دايما أنا عايز الطالب بيبقى كويس أو بقوله على حاجات كويسة وبص ألاقي المدرس بعد ما بيخرج بيشرب سجارة مثلا برا الفصل أو جوه الفصل ساعة كمان بتحصل فيه مدرسين بتشرب سجاير جوه الفصل إزاي أنا هبقى قضوة حسنة وأنا بعمل سلوك خاطئ قدام الطفل فلازم أي حاجة أنا بعملها لازم أبقى مخلي بالي أن الناشئة دوت أنا ده مسؤول مني وأنا اللي بضع ليه البرامج اللي هيعيش بيها دول حياته وممكن أعملهم مشاكلة كل واحدة في بداية الحياة اللي هو كي يجي وان وكي يجي توق ولا ابتداي وتانية ابتداي بالفترة دي هيبكون أخطر فترة أو أخطر مرحلة عمرية ممكن أن تمني الطفل بشكل يعني صحيح أو بشكل سيء فيعني الأم والأب هم عندين في البيت وسيبين ابنهم في المدرسة يعني إزاي يرقبوا المدرسة إزاي يفصلوا الجزء ده ما بين البيت والمدرسة وما بين الشغل يعني إزاي يعملوا الخلطة السحرية دي بقاس أن هم يحافظوا على الطفل في البيت ويحافظوه عليه في المدرسة في وسط انشغالهم مهم جدا أننا زي ما قلنا قبل كده أن في قيم وموصل وليا بعلم ابن عليها بيجي دور المدرسة ولازم أخلي بالي المدرسة هو فيها إيه بياخد حاجات صحيحة ولا لأ لأن في ناس أو مدرسات أو مدرسين ساعات بيقولوا حاجات مغلوطة بعيدا عن العلم يعني في أفقار بتبقى مغلوطة بتوصل لأبنائنا نتيجة على أننا برضو ما بنتابعش فمهم جدا أن أي أب وأي أب يتابع يشوف ابنه خد إيه النهاردة اتكلمته في إيه دايما هتيجي دي الألفة اللي أنا بعملها ما بيني وما بين ابني أني أول ما ييجي من المدرسة مهم أن أنا أعود معاه أهي بابا وريني وشو إيه اللي خدت وإيه اللي عملت وقيت ده أقيم ده إيه آه الميس قالت لك إيه النهاردة وابتدي أعرف إيه اللي هو خده هل في قيم بيتعلمها صلحة؟ بيتعلمها ولا ما يتعلمش حاجة؟ بالضبط ولا لا؟ يعني لقد انتهى وقت الحلقة بسيس حسيم لا يسعني في هذه الحلقة إلا أنتقدم بخلص شك لحضرتك أشكرك على هذه المعلومات عزيزي المشاهدين قبل أن أختم هذه الحلقة جاءتني رسالة أمس من أحد الأمهات يعني ابنها يعقها بشكل كبير وأرادت مني أن أقدم لهذا الولد رسالة يعني رسالتي في هذا الولد يعني لا تعق والديك حافظ عليها الجنة تحت أقدام الأمهات أمك يا من ربطك صغيرا فحافظ عليها في الكبر احترموا آبائكم وأمهاتكم فهم من سيكون لكم سندا وعونا يوم القيامة عزيزي المشاهدين بشكركم لحسن المتابعة وإلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة أخرى لكم مني كل التحية والتقدير أنا خالد صار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته